تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة أعرف فيها فخامته عن خالص تعزيه وصادق مواساته لسمو حفظه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بإسهامات سمو رحمه الله البارزة في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عن فخامته من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنية سمو رعاه الله لفخامته مبهور الصحة والعافية اشتركوا في القناة